أتحدث معاك الآن على التكلفة لكني باتكلمين عن ثلاثة أشهر لأن هذا أغلب الناس ساتة أشهر وهي الفيزا أصلا ثلاثة أشهر ثم بعدين اللي بو يمدد ستة أشهر طبعا يدب المبلغ بالنسبة معينة حقول لك إن شاء الله في آخر المقطع طيب لازم تعرف إيش نظام المعهد طيب أنت بترسل المعهد أمناها عنده في رسوم ثابتة عندك رسوم تسديل من 150 إلى 250 دولار حسب المعهد هذه ثابتة تدفعها مرة واحدة لو جدت بعدين ثلاثة أشهر زيادة بتدرس زيادة ما حد تدفعها مرة ثانية في رسوم بحث عن عائلة 150-180 دولار هذه تدفعها مرة واحدة أو إذا طلعت من عائلة ما تبغاهم وبدون سبب مقنع وتدور عائلة بعضهم ما عادت خليك تدفع 120-180 دولار مرة ثانية وبعضهم لا يدورك عائلة مرة ثانية فهذه تروح تجي عند المعهد تمام؟ إذن رسوم تسديل رسوم بحث عائلة عندك رسوم تأمين 13 من 90 إلى 220 حسب الشركة اللي متفق معها المعهد هذا بالنسبة لثلاثة الرسوم رسوم تسديل رسوم بحث عائلة رسوم تأمين عندك رسوم كتب بعض المعهد يدفعها من تقريبا متزيتها إلى 85 دولار بعضهم يرجع لك منها 50 بعضهم يرجع لك منها أي شيء تمام؟ فهذه تروح تجي عند المعهد طيب واحد جلس زي ما قلنا تجدد ما حيدفع الرسوم هذي كلها اللي رسوم تقريبا التأمين منها فقط أو يغير العائلة أما رسوم الكتب ورسوم التسديل ما حيدفعها مرة ثانية يسمون الرسوم المتيريا وحالي زي كده بالنسبة للدراسة النظام هناك بالأسبوع تمام يعني الأسبوع المعاهد متوسط المعاهد من 190 دولار 80 دولار هذا رخص شيء إلى 445 دولار يعني أغربت معها 350-390 حسب المدة فلو قلت بدرس أربعة شهر حيعطيك أعلى شي عنده أنه أنت أربعة عشر لو قلت ثمانية سبيع حيعطيك شوي إذا قلت والله بدرس ستناعشر أسبوع لا ينزلك شوي أبغى أدرس أكثر كل ما زدت المعهد مع المبلغ ينقص شوي يعني بتقول له والله بدرس أربعة سبيع أو بالأسبوع يقول لك ربعمية وخمسة وربعين قلت والله بدرس ثمانية سبيع يقول لك والله أربعة وعشرة يقول الأسبوع دولار يزرين دولار يزرين دولار يلين نص يتقول له والله بدرس ١٢ أسبوع يقول لك ها 390-350 فكل ما زادت المدة نقص عليك المبلغ يعني ما ينفع الشغل بالأسبوع أو بالشهر هذي لازم النقطة تعرفها هذي بنسبة لرسوم الدراسة في معاهد تدفع عشرة سبيعة وطنق سبعة مجانا هذا العرضة عنده بعضهم لعرض ثابت ٢٥٠ وبعضهم ما عنده عرض أصلا يعني فتروح تجي على سياسة المعهد المالية طيب العوائل حسب المدينة وحسب التكلفة يعني مثلا مدينة كونستامن سياحية سعر العالة فيها ٢٠٠ في يوكلن من ٢٩٠ ل ٣٠٠ فيختلف من مدينة سعر العائل أيضا الشتاء يضفون ١٠ دولار سعر فوتير تدفع التكلفة تدفعت البيت فيدفعونك ١٠ دولار زيادة بعض العوائل يدفعونك ١٥ دولار حقه الانترنت بعضهم لها الانترنت مجانا بالنسبة لهم طبعا الواي فاي موجود في كل مكان في المعاهد مجانا في الكوفي مجانا مكان يعني مطاعم أي مكان تحصل الواي فاي كثير عنده يعني بعد حسبنا التكلفة كاملة كم تقريبا ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ من ٢٠٠٠ ٢٠٠ ألف متوسط معاهد الممتاز الجيد إلى جهدته عائلة من ٢٠٠ إلى ٢٠٠ نص إذا تزود ٢٠٠٠ طبعا هتروح عليك رسوم تسليل مبلغ حينقص ممكن من ٣٠٠ إلى ٢٢٠٠ ألف طبعا قلت لك شامل رسوم المعاهد شامل الدراسة شامل العائلة شامل التأمين هذه تقريبا ٢٠٠ مبلغ كامل طيب باقي عندك رسوم الشخصية يعني المعيشة كم يكفينا محمد في الشهر من ١٠٠٠ ريال إلى ٢٠٠٠ نص كفيك لأنه ما عندك أصلا إلا مواصلات الباص وعندك طلعا السلامة الغدا وجبة غدا وكوفي واشياء بسيطة تمشيات خفيفة ١٠٠٠ إلى ٢٠٠ نص كفيك خلنا نقول ٢٠٠ ريال في الشهر الواحد يعني إذا رحت ١٠٠٠ ريال هذا من صروفك إذا أكثر بكذا معناه مسرف خلنا نقول يعني هذه أغلب الأشياء اللي ممكن أن تعرفها عن التكلفة فيه لقطة مهمة عن التكلفة فيه عندك المعاهد بارت تايم ثلاث ساعات باليوم أو خمس ساعات لا تاخذ البارت تايم أبدا لأن ما في فايدة خلك في في الخمسة ساعات في الفول تايم عندنا المعاهد بقسمين جنرال لغة إنجليزية عامة أو آيلتس أو لغة أكاديمية فإذا كنت تقول لي الله بأدرس أكاديمية يقول لك لا لا بد تكون مستوى يعني في المتوسط جايب أربعة ونصف في الآيلتس أو خمسة أو متوسط في اللغة إنجليزية يدخلونك هذه الكورسات الأكاديمية اللي تطورك لغة كتاب وقراءة وشغل الأكاديمي وعشان الآيلتس لكن قبلها إذا كنت بنيا ترميدة أو ألمنترية ما يدخلوك هذه الكورسات لازم تبدأ جنرال وتمشي فيها مرضين أمر الثاني كورسات الأكاديمية لها وقت ثابت تسجيل يعني ما ينفع أي أسبوع لكن المعهد الثاني لو تيجي يوم الاثنين يقبلوك. لكن عشان تحصل عائلة لازم تكلم المعهد قبلها بسبعين حتى يدورو لك عائلة. يعني ما ينفع تيجي والله يوم الاثنين دورو معهد وعائلة. لا تحصل المعهد معهد يقبلوك في نفس اليوم الاثنين. اول يوم عندما نستبت واحد يجاز. لكن بالنسبة للعوالي لازم تعطي تنبيه قبلها بسبعين ثلاثة يدورو لك حصلو لك العائلة المناسبة. مثل مقودة هذا الاشياء اللي ممكن تفيدك من ناحية التكلفة وغيرها. طبعا هذا التكلفة اللي أكلمك عليها. الأفضل أنك تكون عن طريق مكتب ينستقلك هذه الأمور مع المعهد. راسني قبل سفرك إن شاء الله بشهر شهر ونصف. أنا أستقلك كل شيء. أنا عندي عقود مع معاهد. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أحجيب لك الشيء اللي ناسبك. والله يرفقنا أرفقك.